خلفيات الموافقة على حكومة الدم في البرلمان الدم بعد خمسة أيام من المصرحية في البرلمان التابع للولي الفقيه لم يكن هناك سوى نتيجة واحدة أعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن الحكومة المخصصة قد تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان كانت المشاهد هذه المرة مهزلة ومكشفة لدرجة أنهم كتبوا بوزشكيان تقدم على رئيسي بمعنى آخر تجاوزت المعايير الشكلية والمخصصة للحكومة وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية أيضا على الرغم من أن جلسات بعض الوزراء المقترحين كانت مصاحبة بالتوتر ومعارضة من بعض النواب المتشددين والمنتقدين للحكومة إلا أن أصوات البرلمان تغيرت بعد الخطاب غير المتوقع والذكي لمسعود بوزشكيان قال بوزشكيان الرئيس المنصهر في الولاية في جلسة البرلمان العامة بشكل غير متوقع وذكي أن كل ما يتعلق بالحكومة المخصصة قد تم تنسيقه من الأعلى خامنئي إلى الأسفل المنظمات الأمنية الحرص ووزارة المعلومات وكشف أنه قدم القائمة للسيد وأثشأن جندي ولاية الفقيه النادم عباس عرقجي قد أدرج في القائمة من قبل السيد قبل تحديد الوزراء لقد دمر خطاب بوزشكيان هيمنة خامنئي وأظهر زيف البرلمان ورئيس والانتخابات مما دفع حسين شريعة مداري إلى توبيفه ما يحدث في عهد خامنئي وحكومته وبرلمانه الدمى هو أسوأ بكثير من البرلمان الذي أطلق عليه رضا خان ميرنج اسم الاستبل الضرورة التي جعلت خامنئي وبوزشكيان والحرسي قالباف يصنعون الحكومة الثانية لرئيسي هي خطر يدعي بوزشكيان أنه جاء لمعالجته هذا الخطر هو نفس خطر السقوط العاجل الذي يظهر في الأزمات الحالية على الرغم من محاولات موظف خامنئي تبييض الفضيحة إلا أنه لا فائدة من ذلك ما سيفوز في النهاية هو إرادة الشعب الإيراني الذي لا يرضى بأقل من ثورة ديمقراطية ترجمة نانسي قنقر